بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد علي يفضل الصلاة والسلام النهاردة حباب قلبنا نعمل فراخ مدفونة في الملح تعالوا نشوف أول حاجة هنعملها إيه أول حاجة هنعملها نجهز الحشوة بتاع الفراخ جبت بسلطين صغيرين أتعطهم وبعد كده حطيت عليهم نص معلقة فلفل سود وكمان هنحط معلقتين كبيرة سمنة وبعد كده هنحطهم على النار أول ما البصل يتبل معانا هنكون غسلين كوبايتين من الرز ونضيف الرز على البصل هنضيف الرز على البصل ونقلبهم كويس جدا يعني احنا هنفلفل الرز بعد ما يتفلفل كويس معانا هنضيف الميا الميا طبعا مش عايزين الميا كتير زي ما انتو شايفينه قدامكم وماية تكون يدوم غطية الوش بالزبط كده حاجة بسيطة جدا عشان الرز بتاعنا بتاع الحشوة طبعا كلنا عارفين لازم بيكون نص سوا هنسيب الرز على النار وبعد كده جبت ربع كوبايت زيت حطيت عليهم كعب مرأة هدوبه كويس جدا وبعد كده هنحط عليه نص معلقة بابريكا وكمان هنحط نص معلقة فلفل سويد وده الدهن اللي احنا هنتهن بيه الفراخ كده الرز بتاعنا كنس توا وجبته وحشيت بيه الفرخة زي ما انتو شفتوا معايا كده مش هنكتر الرز عشان عارفين ان الرز نص سوا ولسه هزين معنا بعد كده هبدأات هن الفراخ طبعا هدهنا بالزيت والمرأة والفلفل السود والبابريكا اللي انا عملته بص يا جماعة في حاجة لازم تعرفوها بعد ما بدتهن الفراخ زي ما انتو شفتوا معايا كده بتديها صدمة على النار وبعد كده بتلف فيها في ورق الزبدة لما تجيبي ورق الزبدة تجيبيه نوع كويس عشان مش انا اللي جايبه ورق الزبدة وطبعا انا خفت ورق الزبدة يلزق في الفراخ عشان كده دهنته على طول بالزيت يعني لو انت مش ضمن ورق الزبدة تديني بالزيت في الاول وبعد كده تحطي فيه الفراخ بعد كده جبت الملح وحطيته في البولة وعجنت الملح بجيب نص كباية مية وبعجن الملح بالمية عايزة يعني الملح بتاعنا كده يبقى زي الرمل المبلولة بالزبط استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بعد كده يا جماعة بعد ما عجنت الملح جبت صنية من الصواني بتاعت البسبوسة جبتها وحطيت فيها طبقة كويسة من الملح وبعد كده حطيت عليها الفرخة وبعد كده بدأت أغطي الفرخة كلها بالملح بس أهم حاجة لازم تكون أغطيها الفرخة كويس جدا بورق الزبدة عشان ما يدخلش الملح أو تبقى ملحة معاك هتشرب من الملح لو فيه مكان في الفرخة والظاهر مش معطيها بورق الزبدة كويس وكمان عشان تستوي معاك كويس لازم تغطي الفرخة كويس جدا بالملح يعني ما تخليش حطة ظهرة من الفرخة من غير ما تغطيها بالملح في الوقت ده يا جماعة أنا سخنت الفرن هو بياخد ساعتين بالزبط في سوى على الفرن اللهم صلو يسلم وبارك على سيدنا محمد هحط الفراخ ضم على الفرن من تحتها على طول وزي ما قلت لكم هيقعدوا ساعتين في الفرن كده كانت عدة الساعتين وبدأنا نطلع الفراخ بتاعتنا شايفين طبعا الفراخ بتاعتنا اللحمة بتاعتها بتبقى مستورية جدا وكمان طعمها جميل والحشو كمان طعمه جميل يعني طعمه وشكله ولونه وكل حاجة يعني من النهاية الطريقة دي يا جماعة حلوة جدا 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 اتمنى انكم ونتوا تتجربوها ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة وشعروا الجرس وشعروا كله عشان يوصل لكم كل جديد مني وتحياتي نجوة سالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته